فضل القرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته المتحدي بأقصر صورة منه والمنقول إلينا بالتواتر هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط المستقيم كلام الله عز وجل لا يدانيه كلام وحديثه لا يشابهه حديث قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا ولقد رفع الله شأن القرآن ونوه بعلو منزلته فقال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء ووصفه سبحانه وتعالى بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم وقال أيضا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان بقدر ما يحفظ من آي القرآن وسوره بقدر ما يرتقي في درج الجنة وذلك فيما يرويه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ويوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن يطيب بها المخبر والمظهر فيكون المؤمن قارئ للقرآن طيب الباطن والظاهر إن خبرت باطنه وجدته صافيا نقيا وإن شاهدت سلوكه وجدته حسنا طيبا فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر اقرأوا القرآن على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته